اشتركوا في القناة من رحم الحاجة لصوت يحمل هموم الشعب العراقي وأماله في التحرر والنهوض ولدت قناة الرافدين فكانت منذ انطلاقتها مواكبة المقاومة العراقية وصولاتها ضد المحتل كما فضحت جرائم الاحتلال الأمريكي وعمليته السياسية الفاسدة ولأنها تمثل حضارة ضاربة في التاريخ فقد جسدت الرافدين طوال سنينها ذلك العمق الحضاري لبلاد الرافدين ابتداء من شعارها الذهبي المدور الذي يمثل مدينة بغداد ويجري وسطها موجتان تمثلان نهري دجلة والفرات تجسد ذلك بخطها الوطني المتزن ومواقفها الرصينة تجاه القضايا التي عاشها العراق كان للرافدين دور بارز في تغطية الأحداث الكبرى التي مرت بالعراق طوال السنوات الماضية ومن بينها التظاهرات التي حدثت في الخامس والعشرين من شباط من عام 2011 كما برز دورها أيضا في فضح عمليات التدمير الممنهج الذي تعرضت له المحافظات المنتفضة وصولا إلى تغطيتها المشهودة لتظاهرات ثورة تشرين التي انطلقت في العديد من محافظات الوسط والجنوب ما شكل شاهدا على دور القناة المؤيد للصوت الوطني الدور الإعلامي المؤثر الذي لعبته الرافدين ولا تزال في نصرة قضايا العراق الوطنية أغاض المنتفعين من السلطة الذين فشلوا في إسكات صوت القناة رغم المحاولات المتكررة والحرب الشرسة التي شنت عليها طوال السنوات الماضية لكنها بقيت صادحة بالحق حاملة للهم العراقي الرامي لتخليص البلد من رواسب الاحتلال والتبعية